اللي احنا بنكتشفه الحقيقة ان فيه خائرات تحت الارض غير مكتشفة يعني الكلام اللي كان بيقوله و بيردده دائماً دكتور فاروق البازي طبعاً عن علم ودراسة مستفيدة في الجيولوجيا ان مصر او الصحراء الغربية تحديداً يعني تحتها انهار ده كلام مثبت علمياً وبالارقام اللي عندنا احنا حفرنا 200 بير من المتين بير اللي عندنا وتم اختبرهم بالكامل فيه ابار منتجة لألف متر مكعب ساعة دي خمس اضعاف متوسط الابار اللي موجودة في مصر لما عملنا الدراسات مع اكبر الشركات العالمية في هذا المجال وجدنا انه بعد ستين سنة من الاستخدام المستمر وطبعاً وطبقاً لاشتراطات وزارة الرأي والكميات المحددة للاستخدام الانخفاض في المنسوب بالمياه في البير لا يتجاوز الـ 15 متر احنا بنكون على بير عمقه الـ 400 متر احنا بتقدر تقولي ان احنا على طبقة من المياه الجوفية المهم منها سنعرف نكتشفها نكتشفها وندرها ونستخدم طاقة رخيصة لرفع المياه دي وده يخليني ارجع للطريقة اللي انتوا زرعين بيها انتوا زرعين بطريقة حديثة بس المفروض ان انتوا كنتوا المخطط لستصلاح كان استصلاح 30 الف فدان في 2020 استصلاحته 10 الف فدان فقط استصلاحنا 60 الف فدان 65 الف فدان زرعنا 11 الف فدان وسؤال حضرت مهم جدا من السهل جدا انا ادخل ازرع مساحة كبيرة وبسرعة لكن هتواجهني مشاكل بعد كده التعامل مع النبات انت بتعملي مع كائن حي ليه ظروف وبتزرعي في ظروف غير الظروف البيئية الطبيعية لربنا خلقوا فيها الصحران مش المفروض نكون فيها زرع فالاختبارات والدراسات على التربة وعلى المياه وعلى نوعية البذور كمان مش اي بذور في انواع مختلفة وكل شركات البذور اللي في العالم بتتنافس في هذا المجال وكلهم على حق لكن انا اقدر اختار احسن بذرع فاحنا استنى اللي فاتت عملنا اختبارات على اكتر من 200 نوع من البذور علشان نقدر ان احنا ننتخب افضل الانواع اللي هتنمو في هذا المكان في هذه الظروف وتديني اعلى انت جاي علشان مفشلش في الزراعة الصحراء في ناس بتنجح سنتين تلاتة وبعدين يحصل عليها دروف كتير من الشباب اللي راحوا للصحراء حصل لهم مشاكل لانه غالبا هي لابد ان تكون شركات كبرى عشان تقدر تستثمر ولازم تستعين بالخبرات من كل مكان وتسمع لكل الناس وتجرب واهم ناس تسمع منهم هم الجيران الناس اللي راح بامكانيات بسيطة جدا وفعلا يعني زي ما بيقولوا عملوا غزو للصحراء وقدروا انهم بامكانيات بسيطة دي يطلعوا انتاج ويستمروا في ظروف صعبة جدا